لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة دكتور ماهر فرغلي خبير جماعات متشددة دكتور ماهر أهلا بك معنا إلى أي مدى هذه الدعاية والترويج الذي يقوم به تنظيم داعش للنيجر هو أسلوب ضعف ودليل واضح على هزيمة داعش وانهياره في سوريا والعراق المسألة الآن لا تتعلق بالنيجر وحدها فقط لكنه في آخر إصدار للتنظيم وهو ما أطلق عليه إصدار أرض الله الواسعة للتنظيم ينقلنا التنظيم إلى بلاد متنوعة وأهمها أفغانستان يعني هو يحاول نقل الصورة ويقرب لأتباعه الصورة بأن المعركة لم تعد الآن في أرض الشام ولا في العراق بعد الهزيمة المدوية التي لحقت بالتنظيم وأن هناك معارك أخرى في أراضي أخرى هذا كله مؤشر واضح جدا على هزيمة التنظيم وأن كل إصداراته ليست الآن موجهة للعناصر الخارجية بقدر ما هي موجهة للعناصر المنضوية تحت راية التنظيم ولا زالت مقيدة داخل التنظيم يعني هو يحاول أن يصنع حالة من التماسك الداخلي داخل التنظيم سنجد ملمح خطير جدا وهو أنه الخطاب الإعلامي للتنظيم الآن يتحول بدلا من الداخل العراقي وفي سوريا إلى الخارج ثانيا الملمح يتحول من باقية وتتمدد إلى أنها ما زالت موجودة يعني كانت خطابات التنظيم وكان لسرحة للتنظيم والخطاب الإعلامي للتنظيم دائما ما يروج أن أرض الخلافة هذه باقية وتتمدد وأنها ستتسعى لتشمل العالم كله الآن يتحدثون على أنها لا تزال موجودة هذا مؤشر واضح أيضا على هزيمة مدوية كبيرة جدا للتنظيم الملمح الأخير وهو أن هناك خلافات إعلامية داخل المؤسسات الإعلامية للتنظيم نحن نعلم جميعا أن مؤسسات التنظيم كانت مؤسسات إما تابعة له بشكل مباشر وكان يشرف عليها أحمد أبو صمرة الذي قتل مؤخرا أيضا ومؤسسات بشكل فردي كانت تناصر التنظيم مثل منبر الإعلام الجهادي وغيرها ومؤسسات لما يطلق عليه الولايات المؤسسات الفردية أغلبها تخلى عن التنظيم الآن يعني هم الآن يتحدثون عن منظمة الوفاء خلافات ويقولون أنها ليست تابعة للتنظيم منظمة ترجمال الأساورتي الذي كان يناصر التنظيم بشراها شديدة جدا الآن ينتقدونه ويتحدثون على أنه هناك مشكلات كبيرة جدا مع التنظيم وأنه يقبع خارج البلاد في راحة ويترك أعضاء التنظيم يقتلون في الداخل هناك إذن جدل ومشاكل كثيرة جدا وكبيرة جدا في أروقة التنظيم الإعلامية وهذا كله أدى إلى ضعف الرسالة الإعلامية للتنظيم التي تحولت الآن من رسالة التنكين إلى رسالة أنه لا زال موجود أو الحفاظ على الحياة لأعضاء التنظيم بعد انهيارات متوالية في مركز التنظيم وانهيارات أيضا في الأفرة يعني خلافات في بوكو حرام خلافات هناك في بلاد أفغانستان انهيار للتنظيم في سيناء في مصر انهيارات للتنظيم في ليبيا انهيارات في اليمن انهيارات في جميع المستويات لتنظيم داعش المركزي وأفرع التنظيم التي انتهت تماما حتى عمليات التنظيم في الحقيقة الفردية والعمليات التي اعتمد فيها على خلايا فردية نحن الآن لم نعد نسمع كثيرا عن مثل هذه العمليات بعد انهيار فرع العمليات الخارجية بدءا من مقتل أبو محمد العدنيان المتحدث العلامي للتنظيم والذي كان يشرف على هذا الفرع وحتى الآن وكذلك انهيارات على مستوى الأفكار والأيدلوجيات والصراعات التي تحدث بين الطيار الحازمي والطيار الآخر الذي كان يقوله تركي بن علي الذي أيضا قتل ويقولون أنه قتل بفعل شققات داخلية أيضا بين عناصر التنظيم الذين أدلوا بمعلومات عنه أدت إلى مقتله في النهاية هذا كله يؤدي في النهاية لنتيجة واحدة حتمية أن التنظيم داعش في النهاية هو في النهاية الطبيعية له نعم دكتور يعني في الحديث عن الانهيارات انهيارات داعش وتهويه المتسارع تعقيبا على كلامك تكثر التساؤلات حول مصير زعيم التنظيم البغدادي نعم بلا شك هو في روسيا كانت من قبل قالت أنها قصفت موكبه وخرجت أمريكا تستنكر هذا الكلام وقال التحالف الدولي أنه لم يقصف وأنه لازال على قيد الحياة الحكومة العراقية تحدثت أيضا على أنه هرب من محيط مدينة القائم فر إلى الحدود السورية هناك كلام في المنتديات الجهادية والمواقع المقربة من التنظيم على أنه موجود في سوريا وأكثر الأقوال من بعض العناصر العائدة التي تحدثت مع الجهزة الأمنية حين عودتها أنه أصيب ومصاب إصابات بالغة وأنه يتلقى العلاج في النهاية البغدادي بلا عمل بمعنى صحيح أنه مصاب إصابات خطيرة جدا وليس كلامه نافزا داخل التنظيم نعم دكتور قرارات البغدادي السيئة وتواريه عن أنظار مقاتله أي حالة يخلقها ذلك في نفوس فلول داعش أنا أعتقد أن غياب البغدادي وغياب بكل قيادات التنظيم الآن يعني أنه نحن لا نرى حتى قيادات مؤسرة موجودة كل العناصر التي كانت معروفة أغلبها قتل بفعل إما بفعل اختيالات فيما بينهم أو بفعل قصف من التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب في النهاية تؤدي إلى تشزي هذا التنظيم هذا واضح جدا في عودة مقاتلين جانب وكانوا مهاجرين إلى بلدانهم سواء الأوروبية أو سواء العربية وفرار بعضهم الآن إما إلى الحدود التركية وهم العالقون يعني هناك قطاع كبير جدا لازالوا عالقين على الحدود ما بين الحدود السورية والحدود التركية ردون العودة ولا يستطيعون ذلك وفرار عناصر كثيرة من التنظيم أو التجاءهم إلى الصحاري وهو الجزء الذي لازال متواصلا مع التنظيم هو انهيارات على جميع المستويات داخل تنظيم داعش في الحقيقة نعم دكتور ماهر فرغلي خبير الجماعات المتشددة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة شكرا لك على هذه المداخلة